لا يزال النزوح في العراق يشكل واحدة من أزماته الكبيرة التي تنتظر إيجاد حلول جدرية لها وسط تدهور البنى التحتية للخدمات الأساسية وغياب الأمن عن مناطق آلاف المهجرين نهيك عن التغييرات المناخية التي تسببت بالكثير من المعاناة لآلاف العائلة مؤشر حركة النزوح التابع لمنظمة الهجرة الدولية وثق نزوح ما يزيد على 24 ألف عائلة في العراق بسبب التغييرات المناخية والجفاف وتحديدا في محافظات الزيقار وميسان والمثنى والقادسية وبحسب تقرير المنظمة الأممية الذي يشمل الفترة بين الأول من حزيران الماضي حتى نهاية الشهر فأن 147 ألف شخص يعيشون حالة نزوح بسبب عوامل التغيير المناخي في 12 محافظة موزعة على 440 موقع نزوح التقرير كشف عن استحداث 15 موقع نزوح جديد في محافظات جنوب العراق مشيرا إلى توقعات بازدياد مواقع النزوح في المراحل المقبلة مع تفاقم حالة الجفاف والتصحر وهو ما يدل على أن حركات النزوح مستمرة بالتزامن مع وجود مليون ومئة ألف شخص ما زال مهجرين ضمن الثمانية عشر محافظة ومائة وأربع مناطق على الرغم من انتهاء العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش في العراق منذ عام 2017 حيث يتركز القسم الأكبر منهم في نينوى ومخيمات نزوح دهوك وأربيل ومواقع أخرى غير رسمية توصف بالعشوائية والتي تفتقر لأبسط مقومات الحياة المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق وثق هو الآخر نزوح عشرات آلاف العائلات خلال السنوات القليلة الماضية جراء التغييرات المناخية من مناطق سكناهم فيما أكدت منظمة أبناء الأهوار الإنسانية تفاقم مشكلة الجفاف يوما بعد يوم وأن الأوضاع تتجه من سيء إلى أسوأ لافتة إلى أن الأهوار باتت شبه جافة في العديد من المناطق رغم تعهد الحكومة بالحفاظ عليها ترجمة نانسي قنقر